ترحيب شعبي واسع للاتصال الذي أجراه مقتدى الصدر مع الأطراف السياسية العراقية بعد فترة جفاء تعقد على إثرها المشهد السياسي اتصال من أجل حلحلة الأزمات السياسية خصوصا أنه قد جرى مع القوى التي هي على خلاف مع التيار الصدري ومن أهمها دولة القانون هذه الاتصالات مهمة جدا هي ليس ضعف وإنما هذا الدلالة على بأن القيادة يجب أن تكون أكثر حكمة وأكثر دقة أنا ليس دفاعا عن شخص ما ولكن يجب أن تكون هذه الاتصالات مثمرة لغرض حلحلة الأمور خصوصا بين قوسين المكون الشاعي ترجيحات كثيرة إن صبت نحو احتمالية عقد اجتماع قمة بين الأطراف السياسية العراقية في الفترة القادمة بالأخص أن التيار الصدري لم يقتصر تواصله مع الفرقاء إنما شمال الأكراد والسنة أيضا وهو ما يرسم ملامح اجتماع مرتقب بين الأطراف السياسية نتوقع اليام المقبلة سيكون لقاء القمة ما بين الزعيمين لرسم خارطة الطريق لحكومة مقبلة لحلحلة كثيرة المشاكل طبعا هذه نتيجة العكاسات الصراع الدولي ما بين أوكرانيا وروسيا الصراع المعروف كذلك ما جرى من أزمات اقتصادية وغذائية وما تداعيات عالمية مما دعا أنه صارع القرار السياسي العراقي لحلحلة المشاكل والاتفاق لحل قضية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قد يكون هذا الاتصال بابا يفتح من جديد لتفاهمات أكثر انسجاما أو لا ربما يعود التيار إلى نقطة الخلاف الأولية إن تمسكت أطراف السياسة بموقفها الرامي لتشكيل حكومة توافق فالتيار متمسك وبحسب تأكيداته بحكومة أغلبية وطنية من بغداد محمد فراس قناة التغيير